يعني هو دايما في اللحظات المفصلية في التاريخ بيبقى في الحالة الضباب دي وربما لحسن الحظ أن برنامج المشهد كان قد بدأ مع التطورات اللي بادئت في 24 فبراير الماضي وأنا لدي ستة نقاط سوف أرد في نهايتها على النقطة الخاصة بمصر وكثير منها أثير في هذا البرنامج لأننا أعتقد أن سقف ما حدث هو مراجعة النظام الدولي الذي تولد على انتهاء الحرب الباردة ونتج عنه أمراين قيادة الولايات المتحدة للعالم كقوة عظمة وحيدة في العالم تكنولوجيا عسكريا اقتصاديا وعلى الجانب الآخر ظاهرة العولامة نتج عن هذه المراجعة التي بدأت من القوى العظمى حتى قبل بدء الحرب مع أوكرانيا روسيا والصين نتيجة أن الولايات المتحدة على الجانب الآخر حدث لها خلال العقد الماضي تراجع نسبي في قوتها العالمية وسيطرتها وعولمتها للعالم وبدأ يحدث نوع ما نسميه أنا العولامة المعاكسة اللي هي العولامة المعاكسة اللي هي تريد أن يعني الصين لها طريقة مختلفة لإدارة العولامة تريد منظمة التجارة العالمية أن تدار بشكل مختلف أنه مسألة أن يكون الدولار عملة دولية أمر ينبغي النظر إليه من زوايا أخرى بعدها يتحدث عن سلة عملات أو عملة جديدة ده نوع أنا أسميه العولامة المعاكسة التي تقوم بها الصين على وجه التحديد بشكل كفء تكنولوجيا واختصاديا في العالم فده ثقف الأحداث هو المراجعة التي تجعل من هذه المرحلة مرحلة مفصلية عندما يكون هناك مراجعة مفصلية هناك أيضا صاحبها عنوان عريق جدا اللي هو عودة الجغرافيا السياسية الجغرافيا السياسية مدرسة كبيرة في العلاقات الدولية مدرسة قديمة البعض يرى نتيجة العولامة أنه يمكن تجاوز الجغرافيا لأن السلع والبضائع والأموال والأشخاص تعبرها بسهولة لكن ما حدث هو بدأت الجغرافيا السياسية بتوضع فكرة التاريخ في الموضوع بمعنى ما الذي جرى للاتحاد السوفيتي المهانة التي عاشتها روسيا في هذه المرحلة كيف أن انخلاء كل دول حلف وارسو ثم من ورائهم أوكرانيا بدأ أمرا مهددا من الغاية للعالم الاتحاد الروسي فهنا بيبقى فيه الهوية بيبقى فيه التاريخ بيبقى فيه الإحن المعروفة لنصل إلى النقطة الثالثة في هذه الأعمالية المفصلية هي الحرب عادة الحرب عندما تكون هناك نقطة مفصلية قد يكون فيها نوع من التعادل والتوازن في القوة الحرب تكون نتيجة الشعور بأنها اختلالا في توازن القوة وبالتالي دخلت روسيا الحرب على أساس أنها ونحن نذكر وقد تحدثنا في هذا البرنامج بسقف مطالب عالي جدا بالنسبة لأوكرانيا مسببة حربها بتدخل حلف الأطلنطي ومحاولته أنه يبقى ياخد أوكرانيا الحرب من ساعتها وهذه نقطة لا علاقة بقى بمحتوى الحرب نفسها أن الحرب ظهرت في صورة غير التي توقعها الجميع ما فيها روسيا في البداية أنه أول مفاجأة أن روسيا انتقلت من الأزمة إلى الحرب بيسر وسهولة لم نتوقعها إطلاقها الأمر الثاني أن أوكرانيا قونت وهذا السقف ما بين اختلال التوازن لصالح روسيا واستعداد أوكرانيا للمقاومة بمساعدات من التحالف الغربي جعلت الحرب ما نراها اليوم هجوم على كيف ثم تراجع روسي ثم استيلاء على شرق أوكرانيا ثم نحن الآن نعيش فترة هجمة مضادة أوكرانية في خرسون على منطقة الشرقية مع بعض المحاولة لتسهيل الأمور عن طريق موضوع الغذاء ونقل الأمح وإبقاء ميناء أوديسة مور أورليس يبقى يظل تحت السيطرة الأوكرانية ده العالم كله وجه ذلك الأمر من المراجعة إلى عودة الجغرافية السياسية إلى الحرب بماذا أنا أسميها اللي هي شملت أيضا حربا اقتصادية علشان يعني أيضا نقطة مهمة جدا لأن الحرب الاقتصادية في حشك للعقوبات ثم عانا مرتدت أيضا على من قاموا بها قاموا بها ودكتور محمد كان في أمريكا وأنا كنت في أمريكا وشوفنا يعني العالم ألمانيا مبارح قررت تطفئ الأنواق في متاحفها والمتاحف للألمان تحكم ألمانيا على ضد شموع لأن هناك أمر فالعالم واجه هذا الموضوع كله بما أسميه أنا الإقليمية الجديدة ونجد أنه في جنوب شرق آسيا تفعيل كبير لمنظمة آسيا الاتحاد الأوروبي بيحاول أنه هو يعني يجعل من المنطقة الأوروبية ليست صينية وليست أمريكية بقدر ما هي أوروبية وتسهيل التفاعلات داخل أوروبا أقدر أقول أن هناك بدايات لهذه الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط أيضا ونقش نحن لقاء تسعة الدول العربية مع رئيس بايدن فيما تصريح مهم جدا للأمير محمد بن سلمان منذ أيام قليلة اللي تحدث فيها أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة مستندا إلى الإصلاحات التي تجري في مصر وفي السعودية وفي الإمارات والكويت والأردن والمغرب وإلى آخر السؤال النقطة الأخيرة عادة ماذا تفعل مصر هنا وطبعا كل الزملاء سوف يعني يستجيبوا لنداءك نشأت في أن إحنا مصر مهمة ما الذي تفعل مصر هل إحنا نكون موضوع طبعا لا أحد يقبل أن إحنا نكون موضوع لتطورات دولية لكن لعلنا أيضا قلنا أن مصر سوف تكون جزء مهم من حالة الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط وتجسد ما بين حديثنا في ذلك الوقت والآن قمة جدة وفي تقديري بقى أن مصر تحتاج بقوة وبسرعة إلى على عديد من الإصلاحات الداخلية التي تجعلها أكثر جاهزية ليس لما سوف يحدث في العالم وإنما ما يحدث في الإقليم لأن الإقليم أنا أرى أن مسألة تحرير الاقتصاد في نقاط أثرناها كثيرا في هذا البرنامج وأيضا موضوع أن السياحة ليست أمرا نلغيه لأن العالم في حرب وفي كورونا وكده لأن في دول الآن السعودية جالها 18 مليون سايح السنة الماضية موضوع الصادرات حكاية 100 مليار الصادرات ده مهم عشان نبقى هذه الأمور تحتاج إلى إجراءات طالما يعني داخلية وإذا كان الحوار الذي يجري الآن داخل مصر حوالينا الاقتصاد أيضا فهذا موضوع هام لكن أرى أن حوارا هاما مع القطاع الخاص وما بين الخبراء فيما يتعلق بوسائل تنشيط أو إعطاء دفعة إصلاحية أكبر للاقتصاد المصري